100% من أرباح الشركات ده القانون ده بنظم الشركات المساهمة والشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يبقى أي عامل موجود في شركة مساهمة عام أو خاص القانون ما بيميزش بالمناسبة يعني مش بيميز مين ملك الأسهم هو دولة ولا قطاع خاص أي شركة خاض على الأحكام القانون 159 لسنة 81 يهق للعاملين في هذه الشركة الحصول على 10% من نسبة أرباح الشركة وبالمناسبة ده حد أدنى يعني ممكن العامل ياخد أكتر طب يا فاند بدون قطع كلام حضرتك ممكن مثلا اللي مسك الشركة يقولك احنا بنخسر وعندنا خسارة كبيرة جدا والخسارة عاملة تتزايد ده احنا هنقفل القانون ربط الموضوع ده بمسألة مهمة جدا وقت توزيع الأرباح على المساهمين يعني لو رئيس مجلس الإدارة ده جيه قال إن الشركة ما بتكسبش يبقى المفروض المساهمين مش هياخدوا أرباح المساهمين دول صحاب الشركة فهو لو هيغش صحاب الشركة هيبقى الشركة هيشلوه يعني وهيجيبوا مجلس إدارة يكسب الشركة الخسرانة ده الكلام ده في قطاع الخاص طب لو قطاع مملوك للدولة فأي قطاع يا فندم حضرتك افصلي ما بين الملكية 10% من الأرباح أي شركة خضع الأحكام القانون 159 لسنة 81 يحقق أي مكان أي شركة مسئولية محدودة ذات مسئولية محدودة مساهمة توصية بالأسهم يحق للعامل الحصول على حد أدنى 10% من أرباح الشركة بنعرف الأرباح دي إزاي بنشوف التوزيعات اللي هتتم للمساهمين يعني زي ما معالي الدكتور تفضل كل سنة بيعملوا اجتماع الاعتماد الميزانية العامة للشركة ما العامل يا فندم ما بيعرفش العامل ما بيوصلوش يا فندم ده الميزانية الاجتماع الجمعية العمومية دي أمر مؤعلن عنه يجب على الشركات شركات الأموال إنها كل سنة بتعمل جمعية عامة لإعتماد الميزانية بتاعتها ويجب نشر هذه الميزانية الميزانية دي مش أمر خفي دي مسألة مرتبطة بمسائل الحوكمة يعني حماية صغار المساهمين بتفرض على الشركات من خلال القانون إنه ينشر هذه الميزانية فبالتالي أي توزيع أرباح على المساهمين لازم يكون قدامه توزيع أرباح على العاملين بحد أدنى 10% من هذه الأرباح وبدون حد أقصى فإذا تمتلك الشركة من الأدوات القانونية اللي تؤهلها إنها تمنح حقوق العاملين طيب لو ما عملتش يعني لو الشركة محققة أرباحه ما بتدفعش إلى 10% يقدر يلجأ لمكتب العمل بطلب الحصول على أرباحه إذا الشركة ما متسلتش للتحقيق من خلال مكتب العمل بترفع الأمر فورا إلى المحكمة العملية اللي هتحكم بإلزام هذه الشركة إنها تدفع له المستحقات بتاعته فالقانون النهاردة فندم عالج قانون رقم 12 لسنة 2003 في الحقيقة كان تفرى في حقوق العاملين المصريين أي فندم بس اللي هيعمل كده هيروح ويعمل كده هميزوه معادي وإن ده بتاع مشاكل هقول له بالسلامة كويس حلو قوي هنوقف برضو عندي بالسلامة دي بالسلامة دي يعني فصل تعصفي أنت هتمشيني كفصل تعصفي أوه إنها قاعد كويس لأ هنوقف عندي نقطتين إنهاء عقد ده عقد العمل هو عقد محدد المدة ما تقدرش تنهيه غير في مدته ولازم لو أنت هتنهيه تعمل إختار قبلها بشهرين لو جه أنهى العمل يعني أنا رايح الشغل الصبح قاله